موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال نتابع اليوم في هذا الدرس موضوع تتبع إشارات التمساح في الوطن العربي واليوم ستكون عملية التتبع إن شاء الله في المملكة الأردنية لهاشمية وطبعا إخوتي الأحبة تلاحظون يمكن أني حط بعض الرموز على الصورة المعروضة أمامكم الآن وهذه الصور يعني إيحاء بأن موضوع إشارة التمساح لغير قوم عاد وقوم ثمود والأنباط هي إشارة خطرة وإشارة يجب أن نكون حذرين معها لا بد من الحذر من السحر لا بد من الحذر من الطلاسم من الأفخاخ والمصائد أيضا فهذه المخاطر ترقى إلى درجة خطورة قوية جدا الأردن فيها عشر إشارات تمساح أثري ثمينة جدا كما قلنا في دروس سابقة وهذه الإشارات مقسمة إلى الإشارات المقدونية والإشارات النبطية وتكلمت في الفيديو سابق بأن التمسيح المقدونية ثمانية في الأردن والنبطية إشارتين اليوم ستكون البحث عن عملية أو عن إشارة تمساح مقدوني وأنا من خلال عملية المسح لهذه المناطق بعض هذه المناطق غرب عمان اكتشفت عدة مناطق فيها إشارات تمساح فضلت أو اخترت المنطقة التي بدأت تظهر أمامنا الآن بعدما تأكدت من وجود الإشارة فيها فعملية المسح الآن تتم على المنطقة التي واقعة تقريبا إلى الجنوب الشرقي من مدينة الفحيص وهذا المربع الأزرق الموجود أمامنا هو الخطوة الأولى لعملية المسح بدأنا الآن عملية المسح بطريقة التهليج وهذه الفائدة توصلنا أو هذه الطريقة توصلنا إلى هدفنا بدقة ومع العلم أخوة الأحبة بأنه لا أحد إطلاقا يعرف هذه الطريقة غيري أنا وبلا فخر وبحمد الله سبحانه وتعالى الآن أكملنا المرحلة الأولى طبعا هي المرحلة الأولى على عدة خطوات لكن أنا أعطيكم هنا الخلاصة في هذه الصورة الموجودة أمامنا الآن الخلاصة هنا أنه في المنطقة المحصورة داخل المربع الأصفر توجد إشارة التمساح التي نحن بصددها وهو التمساح المقدوني طبعا عندما نصل إلى مرحلة معينة من المسح هنا سنقرب جوجل إيرث طبعا وسيلة التطبيق هنا جوجل إيرث فقط للوصول إلى التضاريس تضاريس المكان لكن عملية المسح لا تتم على جوجل إيرث يجب أن نكون منتبهين إلى هذه النقطة المهمة جدا جوجل إيرث فقط نستخدمه للتأكد من التضاريس لكن عملية المسح بحد ذاتها تكتشف الهدف وتكتشف المطلوب بدون أي وسيلة أخرى الآن قربنا التضاريس لمشاهدة موقع الإشارة وموقع الهدف هنا العملية ستكون أكثر من مرحلة المرحلة الأولى وهي عملية الوصول إلى موقع الإشارة ثم بعد ذلك تحديد موقع الهدف حول الإشارة وفي أي جهة من الإشارة وكم المسافة تقريبا بين الهدف والإشارة أو بين المدخل إلى الهدف والإشارة هنا أيضا قربنا أكثر فبانت معنا التضاريس بشكل أفضل وسنتابع بعد قليل أيضا عملية التهليج بحيث أنه نصل إلى الهدف كما هو مقرر وكما وصلنا إليه سابقا وبدقة عالية جدا تصل إلى مئة في المئة طبعا هنا الموقع أخوة الأحبة هو بين أو جنوب شرق منطقة الفحيص بين الفحيص ومنطقة بيادر أو منطقة وادي السير هنا في المربع الأحمر خلاصة التطبيق هنا والمسح والوصول إلى هذه المنطقة المحصورة داخل المربع الأحمر نلاحظ أن التضاريس بدأت تتضح معنا أكثر وأكثر تضاريس الأرض وبعد قليل سنلاحظ أن التضاريس أكثر تظهر معنا وبالتالي سنصل إن شاء الله تعالى إلى الموقع المحتوم للإشارة والهدف هنا الموقع هو تقريبا إلى الغرب تقريبا الغرب من متحف السيارات الملكي شمال منطقة بدر وهنا حصرناه في المربع الأزرق كما نشاهد أمامنا الآن إذن نلاحظ أن بدأت التضاريس أيضا تظهر أكثر وأكثر وتتضح حتى نصل إلى ارتفاع بحدود تسعمية متر نحن الآن يمكن على ارتفاع أكثر من يمكن ميتين وخمسين كيلو تقريبا ميتين وخمسين كيلو متر الآن هنا النتيجة لاحظوا أين أصبح الهدف في المربع الأصفر طبعا هذه المنطقة اللي في المربع الأصفر يقع جنوبها منطقة وعرة مشجرة يعني وعرة نسبيا ليست وعرة بدرجة عالية لكن الموقع بشكل عام يعني غير مستوي يعني موقع جبلي وفيه انحدارات وارتفاعات كما نلاحظ هنا الآن هذه هي المنطقة بشكل أوضح وسنعرف بعد لحظات أين يتمركز الهدف أو الإشارة أين توجد الإشارة الموقع طبعا أخوة الأحب موقع جميل جدا وعندما تشاهد التضاريس فيه تهفو نفسك إليه بأنه من الأماكن المهمة في التاريخ هنا في المربع الأزرق يوجد توجد إشارة التمساح والهدف إن شاء الله تعالى طبعا نلاحظ أنه هنا المسح استثنى مناطق أخرى مناطق أخرى كانت ظاهرة في الصورة لكن هذه المناطق تخلو من إشارة التمساح هناك توجد إشارات تمساح في الموقع لكن ليس في هذه المنطقة هنا في المربع الأصفر توجد إشارة التمساح كما نلاحظ لاحظوا إنها جاية على الشارع يعني هنا على الطريق الرئيسي وطبعا هذه دائما من مشاكل البحث أن الإشارة أو الموقع موجود على الشارع الرئيسي والأسوأ من ذلك أن يكون داخل أرض أحدهم أحد الناس يعني هنا اتضح المكان أكثر وأكثر وهو المكان الظاهر أمامنا الآن هو الذي يحتوي على إشارة التمساح وطبعا أسفل الشارع يعني قبل الشارع وسيتضح الآن من خلال المربع الأزرق اللي رح يحصر لنا الهدف اللي هو الإشارة نحن الآن نبحث عن الإشارة نعم هنا الآن الإشارة موجودة في المربع الأزرق ويا رب ما تيجي تحت الشارع يعني أنه يكون الشارع مشى عليها لكن إن شاء الله تعالى طبعا الآن إخوتي الأحبة وأنا شغال قاعد أتكلم أيضا قاعد أجري عملية مسح على اللوكيشن هذا الموقع نعم الآن داخل المربع الأحمر إذن استثنين الشارع أصبح الشارع نوعا ما يعني الإشارة أصبحت بمأمن من الشارع هي داخل هذه الأرض قبل الأشجار داخل المربع الأحمر كما نشاهد أمامنا الآن إذن الآن إحنا حددنا مكان الإشارة وكانت في المربع اللي لاحظناه قبل قليل العملية السابقة الآن مرحلة تتبع الكنز نفسه وين موجود أو ضمن أي موقع ضمن المربع الأزرق فكان موقعه حصريا داخل المربع الأخضر وأيضا سيتم اختبار هذه المساحة اللي موجودة داخل المربع الأخضر حتى نلاحظ بالفعل أن موقع الهدف داخل المربع الأصفر النهائي في الصورة الموجودة صورة المسح أو نتيجة المسح الموجودة أمامنا الآن نلاحظ على الخارطة أو على اللوكيشن أمامنا كيف المسافة بين موقع الإشارة اللي هي تقريبا على طرف المربع الأخضر وبين الهدف المسافة حوالي ثلاثين متر طبعا نقطة الصفر المقصود بها الهدف لما أقول الهدف يعني نقطة الصفر هنا النظر إلى نقطة الصفر وموقع الإشارة أيضا من أكثر من جهة من الفضاء طبعا عن طريق جوجل إيرث نلاحظ هنا الهدف موجود في المربع الأزرق الهدف محصور هنا في المربع الأزرق وسنلاحظ بعد قليل أيضا الأبعاد والمسافات للهدف طبعا هذا المربع أخوتي الأحبة هنا على أرض الواقع بحدود ثمانية متر يعني طوله ثمانية متر هنا نقطة صفر الكنز هيني كما وضحت يعني التعبير أفضل هنا لاحظوا لاحظوا عرض المسافة هذه طبعا طبعا هنا هذه المسافة داخل المغارة أيضا في الأسفل يعني في تحت الأرض العرض هنا حوالي ثمانية متر لكن المغارة أكبر نلاحظ هنا أخوتي الأحبة المسافة بين موقع الإشارة التمساح وموقع المدخل المغارة سبع متار وسبعين صانتي موقع المدخل المدخل يقع إلى الشمال الشرقي من إشارة التمساح بحوالي سبع متار وسبعين صانتي ويجب أن ندقق شوية على هذا الرقم بحيث أنه في الدروس اللاحقة إن شاء الله تأكد من وجود المفراد على أرض الواقع يعني كعنصر مساعد فقط وهو عنصر أيضا مهم هنا في عندنا عملية الوصول إلى الهدف أو المغارة بطريقة فعليا هناك أجهزة تتحسس وتكتشف وتقرر أنه موجود فعلا وليس أفضل من صراحة يعني من قمر أو ماسح كورونا كاست أو كورونا أطلس هو الوسيلة يعني الجيدة لتأكد من وجود الفراغ اللي نشوف عملية المسح يعني بطرق الفحص اللي إحنا نتبعها سواء بالأسياخ أو بمهاراتنا الأخرى أو بالأجهزة اللي نمتلكها خلينا هون نتأكد نفتح على موقع الفراغ اللي وصلنا إلو إشارة التمساح مكان الإشارة الآن إحنا قاعدين نشغل لاحظوا هنا الماسح على الجنب مش محرك الآن هاي عملية تقريب للمكان طبعا هو المكان هنا تقريبا برضو راح نحاول أن نوصل إلى أكثر طبعا أخوتي الأحبة هو المكان هنا يعني في هذه المنطقة هنا نرد نقرب لما نوصل لعنده الإضاءة شوي قوية معلش يعني لكن يعني المهم النتيجة و نتيجة الفحص نفسه الماسح طبعا الموقع بالضبط هنا أخوتي الكرام في هذا المكان نرد نقرب الماسح إلى أقصى درجة ممكنة نلاحظ أنه الماسح هنا لاحظ خمسين من ارتفاع خمسين متر هنا من ارتفاع خمسين متر زي ما احنا شايفين احنا الآن اخوتي الاحباء قلنا بأن الموقع الموقع هنا موقع نقطة الصفر هنا بهذا المكان وموقع الإشارة هنا بالضبط موقع الإشارة في هذه النقطة عند رأس القلم وموقع نقطة الصفر أيضا هنا عند رأس القلم الآن نتأكد من الماسح يعطينا الفراغ يأكد أنه وجود الفراغ أم عدمه نحاول نحرك الماسح بهذا الشكل لاحظوا الآن احنا اقتربنا من المنطقة اللي بدنا نفحصها وهي هذه المنطقة هذه المنطقة نكمل الماسح لاحظوا اخوتي الأحبة هنا مكان نقطة الصفر للهدف لاحظوا هنا نقطة الصفر هايها هاي نقطة الصفر خليني لاحظوا لما احرك الماسح فوق يعني فوق نقطة الصفر مباشرة بالضبط هنا هذه هذه المساحات المظللة هذه فوق نقطة الصفر مباشرة لما نرى مثل هذه المساحات نطمئن انه احنا ماشيين بالطريق الصحيح هذه المساحات تعني وجود فراغات تحت الأرض فراغات تحت الأرض طبعا الهدئ النقطة الصفر هنا نقطة الصفر هنا بالضبط عند رأس القلم هذا الفراغ هو باقي او هو الفراغ اللي يقع شمال شرق او تقريبا الى الشرق والشمال الشرقي من الإشارة وهو نفس الفراغ التابع للإشارة نلاحظ هنا انه في عندنا نقطتين او مربعين مهمين هون في بداية الفراغ او في جنب الفراغ وفي اقصى الفراغ يعني هنا في نقاط طبعا هنا بهذا المكان بهذا المكان هنا يوجد المدخل المدخل ما يكون ظاهر عادة هذا ايضا طرف جزئي يأتي الى الشمال الغربي تقريبا من اشارة التمساح وهو ملحق ايضا بالمغارة يعني كأنه مثل مدخل جانبي او علما بانه هذه المساحة الهنا فاضية يعني فراغ بين انها بياضة يعني بس يبدو انه في مدخل عميق جدا من هنا من هذا المدخل الى الاسفل هذا مثل البئر الى الاسفل وطبعا المدخل سماوي واضح هنا لاحظين المدخل هنا لانه مبين اسود غامق الاسود الغامق هنا يعني ان المدخل هذا قريب جدا والمحيط اللي بيه اللي حوله هناك فيه محيط حوله رمادي شوي هذا المحيط اللي هو هذا طبعا اللي هو اخوتي اخوتي اللي احب هذا الفراغ اللي اتكلم عنه هنا هذا الفراغ فيه عند الفراغ الوسط هذا هذا مدخل سماوي سماوي قريب جدا ثم المحيط الدائري فيه هذا اللي هو رمادي شوي هذا اعمق هذا باقي الفراغ نفسه لكنه عميق جدا يعني لما نحكي عمق هذا الفراغ القاتم يمكن متر متر ونص او مترين اقص حد بينما هذا الفراغ اللي حوله الفراغ فيه مسرب او مدخل يؤدي الى فراغ المغارة هذا مثل السرداب لكن مثل هذه السرديب اللي تكون يعني ليست واسعة وعميقة جدا لا تظهر على الماسح بسبب عمقها يهمنا هنا انه احنا المنطقة اللي توقعنا فيها او اعطتنا القياسات والحسابات وجود فراغ مغارة انها موجودة فعليا على ماسح كورونا وهذا يعزز عملنا ويدعم نتائجنا بشكل جيد تحياتي اخوتي الكرام لكم وارجو اننا ان شاء الله نهتم بفكرة الماسح واستخدامها في كل ما سنحت لنا الفرصة طبعا اقصد في المناطق اللي فيها استخدام الماسح يعني وتعلم والتدقيق واعتبار حتى هذا المقطع الصغير اعتبار نوع من انواع الدروس اللي ممكن نستفيد منها اخوتي الاحباء بعض مواصفات اشارة التمساح هذه اللي موجودة معنا اليوم تمساح مقدوني طوله 95 سنتيمتر اشارة مسحورة اي ان هدفها مسحور وعليه سحر قوي يرقى الى درجة قوي جدا ولذلك هنا يتوجب المحافظة على العافية كما نقول وسلامتك اولا طبعا تلاحظون هنا في صنعة هذه الاشارة او وضعت اشارة التمساح هذه في سنة 824 قبل الميلاد في حياة الاسكندر وتحتوي المغارة على كنوز بعض قادة الجيش المقدوني وهي مغارة غنية جدا طبعا قد يستغرب البعض التاريخ 824 فيقول هذا قديم جدا والاسكندر كان قبل الميلاد بحدود 300 سنة 400 سنة فقط طبعا المعلومة الموجودة اخوة الاحبة والتي كذب علينا بها علماء التاريخ هي كذبة بالفعل فالاسكندر المقدوني وجد في تلك الفترة بحدود 800 قبل الميلاد 850 قبل الميلاد وهذا يفسر سبب انه الاسكندر المقدوني لم يصطدم اساسا بالجيوش الرومانية لماذا لم تحصل معارك بين الاسكندر المقدوني والدولة الرومانية السبب في ذلك ان عندما خرج الاسكندر المقدوني كانت روما لم تؤسس بعد ولم تنشأ روما اسست في عام 753 قبل الميلاد اما الاسكندر المقدوني فكان قبل ذلك باكثر من حوالي 100 سنة ارجو ان اكون قد افتكم بهذا الموضوع اللي درسنا اليوم وان شاء الله الى موضوعات اكثر تشويقا في هذا المجال وغيره في نهاية هذا اللقاء لا تنسوني من صادق دعائكم بظهر الغيب تحياتي لكم مني انا الساهر الرحال اشتركوا في القناة